عقدنا يخلص بالـ 24 شهر الرابع فمن بعد يبقى للتصفيات خمسة شهر فأنا أعتقد هذا الأمر متروك لمكتب التنفيذي بتجديد للجهاز الفني أو عدم التجديد هذا الأمر متروك لكن الكلام مع الكابتن عدنان كابتن عدنان تعرفونه من الشخصيات الرياضية قبل ما يكون هو رئيس التحاد فكان داعم لمنتخب الشباب بالفترة اللي مضت والإنجازات اللي تحققت هو كلها كان موجود بها هذا كان في آسيا أو تأهل الفريق في كيس العالم فهو كلها كان موجود بها أنا أعتقد كابتن عدنان من خلال الجلسة اليوانا أعطانا الضوء الأخضر بالعمل والمكتب التنفيذي كله مو يقولون أكون قسام لا أنا أقول المكتب التنفيذي كله مصر على أن هذا الجهاز الفني يجب أن يعمل ويجب أن يكمل فترة عمله خلال التصفيات والنهايات وبالأول والأخير نحن كجهاز فني لدينا عقود تعادل العقود اللي احنا ماخذينها لكن احنا من باب الوطنية ومن باب حرصنا على أنه دا نعمل مع المنتخبات الوطنية لأن تعرف العمل مالتنا خلال سنتيا أتى بثماره وهذه الثمار يجب على كل العراقين أن يفتخرون بها والحمد لله لدينا رصيد عالي المستوى من قبل الجماهير اللي ساندتنا والإعلام أيضا اللي ساند هذا الفريق فنتمنى أنه هذه الانجازات اللي حققناها خلال الفترة اللي مضت يجب أن نكررها بمن؟ بالعمل؟ بالإصرار؟ أيضا بمراقبة الإعلام وبتقديم النصائح لأنه ونحن كل هذه الأمور ناخذها بمستوى المسؤولية إن شاء الله